في أول وقفة عملية في مساري اندماج حزب جبهة التغيير في الحركة الأم حركة مجتمع السلم الذي تم هذا السبت بالعاصمة الإعلان الرسمي عن هذه الوحدة بحضور كل من رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري نحن متفاعلون خيرا بأننا قدمنا إضافة مهمة لهذه الأمة ولهذا الوطن في هذا الإنجاز الذي نعتقد أنه لم يأتي بسهولة ولم يكن أمرا بسيطا مقري ومناصرة استعرض خارطة التريق التي سيعتمدها مسار الاندماج وأهمها هو اعتمادهم على ثلاث مراحل أساسية لإنجاح هذا المسعى تجسيد اتفاق الوحدة في ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة انتخابية التي تبدأ مباشرة بعد اتخاذ القرار وتنتهي بالانتخابات لكن مرحلة انتخابية سنكون فيها انتخابي حزب واحد ستكون قوام مشتركة ليس بروح المحاصصة المرحلة الثانية تبدأ مباشرة بعد الانتخابات الشريعية لسمينا المرحلة التوافقية التي لا تتجاوز السنة تبدأ بعد ذلك المرحلة العادية الديمقراطية قلنا احنا اذا فيها مرحلة انتخابية ستنتهم على الانتخابات ثم نروح إلى معتمر استثنائي ممكن يكون في شهر ماي نبدأ بعده مباشرة في مرحلة توافقية قد تدوم على الاكثر سنة ربما عشر شهر يعني ستكون هذه المرحلة هي بالمناصفة يعني في القيادة الحركة ونص عهدة يا اما من الحركة او من جب التغيير ثم النص الآخر القيادة ستكون من جب التغيير او من حركة مستمع السل من جهته توقع ابو جر سلطاني حظوظا كبيرة للإسلاميين في الانتخابات القادمة على الرغم من ان خارطة الانتخابات لم تتضح بعد على حد تعبيره طيار الاسلامي جملة في الانتخابات المقبلات تشريعية على الوشي الخصوص الاجواء لم تتبلور بعد الشعب الجزائري ما زال لم يتفاعل مع هذه الانتخابات لكن باعتقادي يوم ان يدعو السيد رئيس جمهورية الهيئة الناخبة ليبدأ العد التنزل نحو المحطة التي سوف يحددها للاقتراع سوف يتفاعل الشعب الجزائري وفي كل الاحوال حظ الاسلاميين في الانتخابات كبير هذا واعلن عبدالرزاق بقري بالمناسبة تلقيه رسالة من حزب جبهة العدالة والتنمية بخصوص مساعي الوحدة بين الاسلاميين في انتظار عقد لقاء موسع بين الطرفين